السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم ايها الاطفال والحلوين ما هي اخباركم معكم الانسة رحمة رحمة شعبان انا الان سوف اشرح لكم كتاب التركة اي اللغة التركية لكم ايها الاطفال والحلوين كما ترون هنا يوجد لدينا تعريف لماذا يوجد في الصفحة فلذلك كما ترون هنا يستخدموا اشارات لكي وضع الكتاب لكي ريس ما تتعلمون انتم الكتابة فلذلك هنا يكتبون تيما اضي هنا تيما اضي يقصدون بها تيما معناها عنوان يعني نحن هلأ لما بنقرأ قصة نقولها امنعه مثلا ما ما اشرحينا قصة ليلة والزئب ليلة والزئب هاي عنوان القصة فلذلك اشف فينا نقول تيما اضي يعني عنوان الموضوع او العنوان يعني تيما قريسيلي هلأ تيما انه هي عنوان قريسيلي قريسال فينا نحن نقول قريسال هو الصورة او يعني هوني كتبين الصورة المبدئية يعني فينا نحن لما بنشوف هيك اطفال وهيكي بنعرف انه مثلا الصورة لما بتحكي عن اطفال معنات هذا الدرس رح يحكينا عن الاطفال هلأ هوني كونشما معنات حكي سامبولو اشارة فلذلك نحن بنسمع كونشما سامبولو الانسي رح تقولكم بكرة بالصف كونشما سامبولو فلذلك انتو فينكم فورا بتطلع على الاشارة هذا الولاد بتطلع عليه هيكو بتقولوا اني هذا كونشما سامبولو اني هذا في عنا هلأ الانسي رح تحكي معاكن تركيه وراح تحاول اني تتفاهم معكن دلمة ازلمة سامبولو هوني هوني عاب يقولوا انيتو هوني شوفوا هاد الولاد شلون عاب يسمع شوفوا شلون هيك حاططت السماعات اش منقول دلمة استماع ازلمة او مشاهدي مو نحن هلا ما نحط فيلم منحط هاو دي السماعات ومنتفرج ع فيلم او منتفرج عبرامج اطفال شوفوا انتو الكتر شير كبار بيستخدمون سامبولو اشارة انه يازما سامبولو شوفوا هادا الولاد اشعب يعمل هوني ميسك الالم هالولاد ويبدأ يكتب فلزلك نحن فينا نعرف انتو هادا المعناته هوني طلبين مننا نكتب شيء يازما كتابي يازما كتابي سامبولو اشارة هلا خلينا نبليش هون في الدرس عنوان درسنا الاول بشنجي تيما يعني تيما اشو انه هي معناته تيما هي عنوان تيما انه عنوان توجوك دنيا سي توجوك يعني اطفال يعني متل كون دنيا سي الدنيا نفسها دنيا الاطفال يعني متل مسلا فينا يحكي عن روضا لما مروع عن روضا ومروع صف الاول نقول انتو هاي عالم الاطفال هوني في عنا اطفال اظهار متل كون حلوين هلا هوني هني كاتبين هيك جملة بسيطة مشان بس نحن يعني انتو هيك مقدمي بير انسان مطلو فيا ازقون او دونو نصل النارسن هوني انسان هي نفسها يعني كشخص انتي شلوم تفهم مطلو سعيد مطلو معناته سعيد هاوي لك استاذ مطلو مصن يعني هل انت سعيد ازقون الحزين عكس سعيد نحن بكو حابو لديك عبيبك اول دونو كونو نصل كيف النارسن تفهم هلا نحن خلينا نشوف هلا الاستاذ بيجي بكرا بيقلك بير انسان المطلو فيا ازقون اول دونو نصل النارسن هلا انتي هوني بتجاهك بتوقف اش بيعني هذا الاستاذ عبي بيحكي انتي هذا الاستاذ عبي بيقلك معناته عبي بيقلك انتو انت في انسان قدامك انت شلون عرفت ان انتو مبسوط ولا سعيد هلا بدنم ني انا طيور هاي اول جملة هوني عبي قلونا بدنم بدنم ني انا طيور هوني عبي بيقلونا بدن يعني جسمك او يعني حركات جسمك هوني ازقون ني انا طيور ني ماذا هلا بيقلك اضن ني هلا هوني كلها تنعنا نحن كده منعرفها الكلمة ني اضن ني اضن اسمك ني ماذا مع انتو صفيت ماذا ني ماذا اضن اسمك انطيور يشرح اضن هلا بنبلش بدنم ني انطيور ماذا يشرحو ماذا يشرحو جسمك هلا خلينا نشوف هوني هي اساسا اه هذا هو درس استماع هلا بنشوفو هوني خلينا بليش نستمعلو هلا هوني ها هلا هوني هادا هو درس الاستماع درس الاستماع هلا نحن او شي مني استمعلو خلينا هولا اول شي نبليش هوني يقول بدنم ني انطيور هلا من شوية انها بدنم جسمك ني اا ماذا انطيور يشرح يعني هوني اصدن حركات جسمك اشو بتشرح لك هلا انت لما بتكون انت معصيب مسلا هيكي بتعملو لرفيئك مسلا هيك ما بتزولو لرفيئك انت هون بدون ما تحكي رفيئك رح يفهم اني لك انت معصيب منه فازايك نحن هلا منشوف اشو هوني عبي يحكونا هوني في النص اش عبي يشرحونا عجب هنا يقول ديقو مشاعرنا دشنجي لرمز افكارنا هلا انت لما بتقول ديقو مشاعر لما هلا انت بتكون حزين هاي معناته مشاعر دشنجي افكار مسلا دشنجي يعني مسلا انت بتكون مسلا معصيب من رفيئك لاني بتعمل شغلي مسلا راح اخذلك هالطابي لما اخذلك هالطابي انت شلم تشرح له انت انت معصيب بتروح مثلا هيك وانت بتروح ومعد تجيب تزورو هوني في اكل حالو بفهم انت انت معصيب لانت هو اخذلك الطابي فازالك ديقو مشاعر مسلا انت مبسوط بتكون هايك معصيب هايك وحزي معناته انت ما اش بتقول بتقول انتو ديقو مشاعر دشنجلرمز افكارنا بير بير مزي لبعضنا بير بير مزي لبعضنا انا يانزجا فقط يانزجا فقط سوزجükللا مي انتطهنزه دشنجورز سونز هنا يقولون دشنجورسنز تفكرون أو تظنون انتطهنز شرحنا او هيك مي هال سوزجوكلاللا بي الكلام هلأ بأن خلين أمر جعب باليش من الأول هلأ أن أقول أنه هلأ دي قوفي ديشنجلرمز بير بيرمزة يانزجا سوزجوك لأمي أنططئمزي ديشنجوشنز ديشنجوشنز هلأ أنحن منقول بن ديشنجوشم مثلا بإلا كرفي أكتعال عنده ديشنجوشم خليني فكير هلأ بتقول مثلا خليني فكير عجب بجأ عندك ما بجأ عندك ديشنجوشم بتقول ديشنجوشم بن مثلا أنطمزي هلأ بتجي عند أستاذ و منcióالان تجاكمسنز يعني أنطمك يعني شرح أنطمك شرح يعني هلأ نحن منوك النحو pelد لأن تقولrang Young يا أستاذ درسي بناء أنطمك أنطمك يعني أنا شرح صح الحكي Luego صح لذلك أنطمك شرح هلأ بتجي عند أستاذ بجي بتقول الآنستاذ مثلا تجي أن تقول للأسمة لا تفهم تقول لأسملى هلأ ما بالفهم أنا انتر estas هلا شرحتي لي. فاذاك خلال هالكلمات هوا دي معناته انت مك شرح. انت مك شرح. او ليس هكذا عجب. اذا هيك انت معناته انت عبتفكر بطليقة غلط. هلا طلع شو معناته? عتيجي انت لعن استاذ بتقوله يا استاذ. اه بتقوله رفئك ملا استاذك. طبعا كما بتنقال للاستاذ بتقوله بس لرفئاتك. بتقوله مسلا اه اني ازا انتي مفكر ابوك رح يسمح لك. معناته انتي اه عبتحلم او انت يعني خلص انت عبتقول انت طريقة اه شي غلط. هلا طلع اش بتقوله رفياك? بتقوله انا اه بابان سنة ازين في ريجي اه فارمي سني دوش نيورسون يعني يعني انتو انت عبتفكر طريقة غلط او انتو انت يعني اكيد عبتحلم او شي من هيك يعني انت اكيد غلط. هل اش بتقول اه بابان بابان هو ابوك اه سنة ازن في ريجيك فارمي سني بكليورسان يانو اليورسون. اشو منرجع منقول? منرجع هوني بكليور هلا انا ضغط لقون كلمة بكليور بكليور بكلمك يعني بتنتظر ازا انتي منتظر من ابوك يعطيك ازن معناته انتي عبتحلم او انتو يعني انتي يعني اكيد غلط. اشو ما احلا منقول لان انتي بتقول لون اه بكليور اه بكليور معناته عبتنتظر. فارميك معناته انتي عب يعطيك ازن يعطي يعطي. يعطي. بيز اه بيز فاركت مساكتا كونو شور كان بيزي هوني عبي يقولونا بيز نحنو بيز اشو معناته بيز نحنو فاركت مساكتا لو ما حسينا دا دا يعني ايضا كونو شور كان عندما نتحدث بيزي اللذي هو يعني معانا اشلك اذا يعني اللي هو معانا اكينجي بيردل وار يعني هو ويش لون بدقلكون هوني اشو قصدو هل هذا عبيقولي ان هل احيانا مسلا ما منحس انتو في عنا لغتين منقول نحن بس انا بعرف عربي ما بعرف غير العربي بس نحن بننسى انتو نحن لما منزور بيفهم الادامن انتو هان اه اني هذا اني انا معصي بمعناته اشو انت مو بس معك لغة العربي هاي معك اللغة التانية اللغة اللغة الاشارة هون اللغة الاشارة انتو اهيك انتي penعصيب معناه تعوان مفهم الستاذ انتو من اشو انتي من انتو من حركاتك بفهم انحن احني اش بدنا. بدان ديلي هي حركات هي لغة الجسم. بطن دا دروش بالأ Grö에게 العري احريكة لار يوز افاة بوديل دا بهذه اللغة بدن الجسم دروش لار. هلا انت لما بتوقف هيكي طريقة انتو سعيد هيكي بتوقف يعني انتو مبين انتو انت عبتستنى ابوك بدك منو شغلي جاي معه وشغلي معنى انت مبين موقفتك انتو انتو انت سعيد مستني ابوك يالله. اه هركت لار انت هيك يعني مسلا لما عبتكون بتروح بتجا بتروح بتجا بتروح بتجا مسلا اني انتو هوني عبتستنى في اقر في اقر في اقر بتاخر عليك وانت بدك تروح تلعب طابي اي ما عبتلاقي ليش عجب اي بقام بيكون هوني مبين عليك انتو انت عبتستنى شيء يوز افادة لاري ماذا ما قد لكم انتو مسلا يوز افادة لاري حركات الوش يعني مسلا انتو بتزور تضحك كله هذا معنى تم نقول عنا يوز افادة لاري في قوز هركت لاري هي الزورة بالضبط هاي واحدة من يوز افادة لاري القوز هركت لاري من يوز افادة لاري برار ارات يعني انتو كل وحدي منن برار كل وحدي منن هي عبارة عن وسيلة بو ارات لاري تو زمان فاركنداء ولمضان كله نرز بو هذا بو مثلا بتقول بو كتاب هذا كتاب بو ارات لاري تو زمان في كثير من الاحيان فاركنداء ولمضان من دون ان نشعر اه كله نرز نستخدمها هذه الوسائل التعبير مثلا مثل الضحكي مثل الزورة مثل الروح والجاي مثلا هيك اني تم بيين عليك انت معصب او مشغول او في شيء اه من دون ما نحس نحن نستخدمون بدان ديلمز دان مطلوقو دوموز انا شو الله بلير اه من خلال لغة الجسد عندنا بدان ديلمز هلا مش ان ديل معناتها لغة بدان معناتها مطلوقو سعيد ما مطلوقو مش هي انه معناتها مطلوقو سعيد بام مطلوقو هاي عيني أنا سعيد ان الله شو الله بلير ان الله شو الله بالير ان نشمك يعني اه منفهم ارنين مثال هلأ هاي ارنين كتير بيتنقل عندو بكرة بتسمعوها كتير من الاستاذ بيقلكون ارنين او متلوقو قولوم سارز عا بيقلكم ارنين مثال نحن أمتلو يكون عندما نكون سعيدين قلوم سريز يعني نضحك جوك سيفديمز دا جوك سيفينديمز دا سيفينديمز دا عم بيقول لكم جوك يعني لما كتير سيفينديمز دا كتير مبسطنا من جواتنا جوزلرميزي كجمان أكار وقلوم سريز جوزلرميز هي عيون كجمانك شكل كبير ضخم بيقول لك انت سان ارتك كجمان بير توجوكسون يعني انت ولد كبير عموجي بغيرك اتشار تفتحون بقلوم سريز يعني منفتح ومنضحك قلوم سريز يعني منضحك هلأ خلينا عطول هاي الكلمة قل مك خلي هلأ بيسجل استاذ بيشوفك معص بيقول لك ساندن ازقنسون ليش انت حدين قل سنا يعني ضحاك هيك بيقول لك استاذ قل سنا بقام مشان هيك خلينا نسمع النص من اول الشي وخلينا نرجع نشوفه ونقرأ مرتينة هلأ خلينا نشوف الصفحة الثانية هلأ في الوكمال للمقطع بير ارقاداشمزا ارقامز دنوب اتور دومز دا ارقاداشمز انو امرساما دومز دو شون بيلير هوني بير ارقاداشمز يعني مساء انت عندك رفي ارقاداشمز رفي دنوب دون ماك يعني منيتو يدير يندار اتور دومز دا عندما يعني لما منقعد ومندير ظهرنا مثل هيك مو نحن منقول ليش قاعد ودير ظهره او بهكي بتدير حالك مسلا بتشوفه رفئك بترو انت هيك بتدير له ضحره ارقاداشمز انو امرساما دومز ارقاداشمز رفينا انو قلو امرساما دومز يعني مهتمينا ولا نحن امرساما دومز يعني مسلا بتيجي انت بتقل لي انو مسلا اه ابوك عطال لاخوك ليرا ولا ما عطاك ليرا انت ما بدك تقلو لابوك انتو 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 مهتم وما او مزعوج اش بتقلو واش تقلو انتو 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 مزعجو مهتمت للموضوع. عشت قلو بابام بان ازقن ديلم. عشت قلو بابام بان ازقن ديلم. يعني انا ما نزعلان. امور ساميورم بلي. اش معناته امور ساميورم? يعني ماني مهتم حتى ماني مهتم. دو شو نابلير. يعني هون عبي قلو لكون انت هلأ انت لما بتقعد في المقعد وبتدير ضهرك لرفيئك. اه رفيئك بيحس انتو انتو انت مانك مهتم ملو. دي اللي مكي دارس تسنز. ذي قوري تمانين اه ريتمانينيس صنفة باز سرولار سريور. هون عبي قلو لديا مكي لنفرض. لنفرض. درستسنز يعني انتم في الدرس. ذي قوري تمانينيس واستاذكم صنفة باز سرولار سريور. الصنفة. الصنفة لأبكرة انت بي القلو لكون هانجي صنف تسن. بتقول له لا استاذ برنجي صنف. طيما يعني انت بأين صاف? هانجي اي صنف صاف يعني. سنفتاسن هانج السنفتاسن يعني انتي اينا صاف بتقلو برنج سنفتيم ايش بتقلوهم بكرا برنج سنفتيم بعض بعض سرولار سرور يعني بعض الاسئلة يسأل هلع بيقلونا هوني خلينا نقول انتو انتي في الصاف الاستاذ عبي يسأل اسئلة سرولارن ينطلرن ينطلرن جوكي بالمدينز دوسونيور سنوز سرولارن الاسئلة سرور السوال ينطلرنا أجوبة ينطمك معناته جواب ينطمك أنا سألت بسؤال بدي منك الجواب بان بسور صوردو بان دا ينطني بكليوروم يا دا استيوروم هايك مسلا بتقولو بتقولو هايك مسلا بجي أنا مسلا بسأك سواب بتقولو بقلك يا أحمد مساء وين كنت انتي ما بتجاوبني بقلك بان سور صوردو ينطني استيوروم يعني انتو بدي رد يعني بدي جواب توقي يي بالمدينزة انتو ما عرفتو كتير منيح بس انتو عدت فكرو انتو مسلا شفتوا هيك قالكن هاد استاذ اين حرف انتو بتكون تقولو عجب هذا حرف الأ ما حرف الأ بتسكتو انتو هون بالمدينزة انتو بتقولو يعني انتو ما كون أمي ما كون متأكدين انتو هادا هو الحرف دو شنورسونوز بتفكرو بونا دالة اوري تماني نزي اوري تماني نزي سيزي سور صور مصاني استيمي يورسونوز من شان هايكي انتو معتقدين انتو يعني انو خلص انو هادا انت السؤال ما انك متأكد منو لاشو انا بدي اجاوب عليه خلص ما بدي اجاوب عليه من شان هايكي ما بتكون استاذ يسألك لك خلي سأل رفيقك بل كيس رفيقك بيكون بيعرف من شان ما تخجل انت انت هيك بتفكر clicheوا ايضاة عبولكم هايكي بتضعرذه احساسية قفلهة الهام اول دفتر اللي ت fogж فتقلبوا صفحاتكم يجب أن تغيير تغيير باشل يورسنوز بدأ مثلا درس باشلا دي بكرة بيقول لكم الأستاذ معناتا بلش الدرس ديار اللي نزله دايزو نزو كابا مايا چالش يورسنوز يعني هون أشعب يقول لكم ديار اللي نزله إيل معناتا إيد ديار مثلا بكرة بيقول لك أستاذ بو صنف طميم يعني بكرة بيقول لك أستاذ هل أنا بهذا الصف بو صنف طميم بعدين بيقول لك هير باش ديار صنف طميم أو صنف طميم مثلا ديار يعني غير أو يعني غير هداك الأول يعني ديار اللي نزله بيئتكون الثاني دايزو نزو يونزو نزو من شيء إنه إيد كابا مايا يعني بتسكرو بتحاول إيد كون الثاني بيئي انتو بتبركو بتدورو بيها الدفتر مش هاستاذ يعني بتعمل حالكو من كون ديبين عالسؤال لانكو هنا شايفين استاذ أو بتسكرو اه هو كمان بتسكرو بيئتكون الثاني وش كون çalışıyorsunuz. برشي سيليمزززززدى. سرولارة ينتى حضر المادهاني وضعلى حضر مادهانيزي. حضر المادهانيزي اوريطمنزززز نحنل ديبين. هوني أشعب تقول برشي سيليمزززززدى. هوني مين دون ما تقولوا شي سوي لمك معنى تقول هلأ بيقل لك الاستاذ هانقي صنفتا سوي لي بنا سوي لي اللي انت هانقي صنفتا باي صف اه انتي سوي لي بنا اللي اه حتى لو ما حتى انتو لو ما قلتو شي سورو لاري الاجوبي ينطلمي هلأ من شوي انن ينطلمك معنى تعطي جواب حاضر يعني انتو انتي مانك جاهز والماضي نزي ما نكون جاهزين والي تماني نزي ان نضيب لي الاستاذ كون حتى هو يعني فيه الان كما ترون انتهى درس الاستماع اتمنى منكم اعادة استماعوا واتمنى من الاستاذ من الاهل انتو نفسه ان يرجعوا يخلي الطالب يستمع للفيديو نفسه ثلاثة اربع مرات لانه من الضروري جدا الكلمات ياللي انقال معنى هون الطالب نفسه يعرفون هلأ يمكن فيديو على ما اعتقد كان انتو يقرى من دون نص هلأ خلينا اقرأ لكم يا اخر مرة ما ايطرح بدنم ني انتور ماذا يشرحوا حركاء جسمي ديوغو وي دشنجلرميزي بير بيريميزي يعنزجي سوز جوك العلمي ان الطامزي دشنجلرميزي هون عبي قلونا هل انتم تظنون ان افكارنا ومشاعرنا فقط بالكلام نشرحها اوي ليس يانول يورسنوز اذا انتو هيك عبت فكرة معناتا انتو عبت فك انتو يعني اغلاط اغلاط بيز فرق اتمسكتا اتمسكتا كنو شركا بيزي اشلك ادان يكن جبير دي الوار عبي قول حتى نحني لو لا لو ما لاحظنا اه لما منحكي في عنا اه لغة لغة غير لغتنا الاساسي بدان ديلي هي لغة الجسد بدان اه بدان دروس لاري هاركت لار يوز افاد لاري افاد لاري في قوز هاركت لاري برار اراج عب يقول لكم هاي اللغة هي لغة اه لوقفي الحركي اه لغة الوش وبالاضافة لغة العيون هاو دي هاو دي هنا وسائل التواصل غير اللغة الاصلية بو اراج لاري جو زمان فاركم دا اول مضان كله نرز هازه الوسائل من دو ما نحن لاحظ نستخدمها بدان ديلي مزدان مطلق اول دو مزو اناشي الله بلير هون يعني عبي قلونا من خلال حركات الجسم تابعيتنا نحن فينا ننفهم لتو نحن ساعدين ارني المطلوقة قلو مسارز على سبيل المسال لما نحن نحن من قلو ساعدين نطحق جوك سيفينديمز دا قوز لرمزي كو جمعان اتشار وقلو مسارز و لما من قلو من بسط اكتير منفن جرعينا ويانا ومنطحك اكتير بر ارقادشمزة ارقامزة دنوب اتردومز دا ارقادشمز انو امور سمادومز دشونا بلير لما نحن منقعد بصاف مسال او بحيالة مكان ومندير ضهرنا لارفقنا ما ناتا هادا رفقنا بفهم انتو نحن ماننا مهتميلو ديالم كي درستاسنز في ارتماننز صنفة بازي سرولار سرويور خلينا نحفرود انتو انتو في الصاف والاستاذ عايي بسألكون سؤال سرولارين يا نطلاريني شك ايه بالمديني زي دشو نيور سنوز انتو عبتفكرو اني انتو بتعفو انو انتو بتعفو انو الاسئلة ما بتعفو كتير اجوبتا بونا دان لا اوريتماني نزين سيزي سروسو مصنى استيمي يور سنوز مشان هيك انتو ما بتكون استاذكون يسألكون اسئلة قوز ليري نزي اوريتمان دان كواتشور يور سنوز بتروحو بتغيرو بتديرو شكون عينوكم عن استاذ بطلعه غير شي وانونوزدكي دفترين سيفالريني تفرمية باسلوسو ودامكم في دفترك بتبسو تقلبي في ديارينيز لا ديوزونو كفاميا چالشيوشونو اني دوب اتكون التاني بتغطيوشكون بير شي سيلا مسا نزدا سرورا ان طلا مايه يان طلا مايه هزر او مضيه نزي اوريتمان نز عم طيبه حتى لو ما نكون ايلي شى استاذكون راح يعرف انيتو انتو ما بتعرفو اجوبت الماسئلة سوف نبدأ بشرح الأحرف أي نحن نقول مثلا نحن عندما نريد أن نبني بناء نضع له الأحجر وأيضا عندما نريد أن نتعلم كيف نقرأ نبدأ بقراءة بتعلم الأحرف فلنبدأ بحرف الأو هنا الأو نريد أن نرى فلننظر هنا ماذا يوجد برد نيوار بقضم هنا يقولون يوجد لدينا أورمان 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 نديمك ما معنى أورمان؟ معناها غابة ماذا يوجد في الغابة؟ يوجد أشجار كثيرة حيوانات كثيرة يوجد أعشاب كثيرة وهذا نقول عن هذا المكان غابة أورمان فلننطلق إلى الكلمة الثانية هوروز هوروز معنى الديك ما معنى ديك؟ هوروز هوروز هنا نقوم بقول مثل يقول نقول واو عندما نقول واو نحن نقوم بجعل فمنا إلى الأمام فإذا نقول واو أو هوروز يعني نفس طريقة حركة الفم ليغو هنا ماذا نرى؟ هنا مكعبات التي في العادة نبني بها الأشكال مثلا نبني بها مقاتل نبني بها بيوت ماذا نقول عنها؟ ليغو ماذا نقول عنها؟ ليغو إذن أصبح لدينا أورمان هوروز ليغو أورمان وتعني غابة أورمان بيزداشم ديناوار أورمان هوروز ليغو الآن فلنعيدهم مرة أخرى أورمان هوروز ليغو ليغو هنا ومن خلال صوت الحرف نستطيع معرفته أين هو أورمان أو أو نديرهم أو رمان أو رمان معناها أين يوجد حرف الأو؟ هنا في البداية هذه هي الكرة الكاملة هوروز هوروز هنا يوجد في منتصف الكلمة لمرتين أما عندما يأتي في أول كلمة ماذا نقول عنه؟ أو أما عندما يأتي في نصر الكلمة نقوله هوروز 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 ليغو ليغو غو غو نديرهم غو معناها ماذا غو؟ معناها هنا يوجد في الهرف تو نديرهم؟ تو أو تو بوس معناها أين يوجد حرف الأو؟ بعد الت أو تو معناها في وسط الكلمة هنا فلنبدأ برسمه هكذا هكذا استطعنا رسم حرف الأو الرسم الثاني فننظر إليه نرسمه مرة أخرى نبدأ من الآلة ونقوم برسم دائرة إلى الأسفل والآن والآن ننظر هل نحن استطعنا تعلمها من أجل أن ينتج لدينا حرف شكل من أجل أن نستطيع رسمها بسهولة يا أطفال فورا قول المعلمة حرف الأو فهما نبدأ بسرعة نبدأ بكتابتي فلنكتبه أكثر من مرة فلننظر هنا بقن برده نصليز جز انظر هنا كيف سنكتبه برده أولي ثم فلننظر كيف كتبه بمرأة أخرى بقن بولي يعني نبدأ من الأعلى ونقوم بالتدوير إلى الأسفل ثم نقوم برسم دائرة فلننظر للمرة السالسة هنا نبدأ من الأعلى ونقوم برسم الدائرة في المرة الأخرى والأخيرة أيضا بنفس الشكل وبهذا نكون قد تعلمنا حرف الأو هذا حرف الأو هنا كتبوه في وسط الكلمة انظروا هو كيف رسمه تحت السطر عندما بدأ تحت السطر يقصد أنه في وسط الكلمة مثل كلمات هناك وسط الكلمة أو في آخر الكلمة هنا يوجد لدينا سطر رسمناه تحت السطر بين السطرين فلذلك بدأ من الأعلى وانتهى به إلى الأعلى رسم دائرة بدأت من الأعلى وانتهت إلى الأعلى وأنزله هكذا إلى الأسفل وبعد ذلك وبعد أن أنزله إلى الأسفل أتم الدائرة ورسمه إلى الأعلى يعني رسم دوارة من السطر للسطر بلش فيه هنا عندما نكون في وسط الكلمة انظروا كيف أتم هكذا يصبح حرف الأو في وسط الكلمة عندما قلنا أوتوبوس أوتوبوس تو كوروز ليغو هذه الكلمات الآن فلننظر في أول الكلمة مثل عندما قلنا كلمة أورمان هنا يوجد حرف الأو بين السطر الأعلى إلى السطر الأسفل أين هو؟ أي أنه يوجد بشكل كبير كوجمان كوجمان هنا هنا يعني بشكل كبير أورمان فلذلك فلننظر كيف سيرسمه بدأ من الأعلى أيضا ورسمه إلى الأسفل ولكن هنا لم يتقيض بهذا السطر يعني هذا السطر اللي مقطع هيك تقطيع لا راح آه لا هذا كبير بدأ أعطي حقه آه راح بلش من فوق وراح نزل إلى تحت ورجع كمل فيه شوفوا هلأش لهم ديرسموا شوفوا بلش من فوق ونزلوا تحت بزقشوا شوفوا هلأش لهم ديرسموا بين الأسطر شوف لهم بلش لأنه هون ما راح هيك عبلش عند الحرف الصغير لأنه هذا كبير لأنه تؤيدوا بين الصغار ما بيمشي الحال بس أين كلمين فينا كلمة غير كلمة أورمان فينا كلمة أودون أودون أش معناته؟ معناته حطب أودون أش معناته؟ أودون حطب هنا يبدأ من الأعلى وينتهي به إلى الأسفل وأيضا هنا وأيضا هنا يتم الدائرة أما هنا أعطاه حقه بأنه في بداية الكلمة عندما يكون في بداية الكلمة نحن نقول يعني أنه هذا معناته هذا مسلط على الكل فلذلك نحن نقول أنه هذا كبير لازم يكون معناته هذا الأول حرف هو بيكون حرف أوي مشاكل نحن نعطينا حرف كبير ورحنا رسمناه بشكل كبير وهيك بيكون انتهى معنا حرف الأول اليوم بتمنى ترجع أنتو تكتبوه عدفاتركن أو تكتبوه أنتو عم ترسمهم أنتو عم تحضروا الدرس هذا حرف الأول وبتمنى لكم يوم سعيد الله يعطيكم العافية يالله والسلام عليكم اشتركوا في القناة